اهلا بكم من جديد اصدرت هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية تقرير النتائج الاولية للحسابات القومية للرب الأول من العام الجاري 2019 واشارت التقديرات الاولية الى تسجيل الاقتصاد المحلي نموا فعليا بواقع 2.73% و3.43% بالاسعار الجارية قياسا بالفترة ذاتها من السنة السابقة مدعوما بمواصلة نمو القطاع غير النفطي على خلفية تزايد معدلات الانفاق على مشروعات البنية التحتية حيث تستفيد تلك المشروعات من حزمة الدعم المالي الخليجي التي تصرف على عدة دفعات خلال خمس سنوات لتمويل كبرى مشروعات البلاد مثل توسعة مطار البحرين وتطوير شركة نفط البحرين وخطوط انتاج شركة ألمنيوم البحرين ومن جهة أخرى ساهم التزام مملكة البحرين بتطبيق أدنى معدلات القيمة المضافة في العالم بنسبة 5% بدءا من الأول من يناير العام الجاري في انتعاش النمو الاقتصادي غير النفطي الذي سجل 1.52% و2.8% بالأسعار الفعلية والجارية على التوالي مقارنة بذات الفترة من العام السابق ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحرين مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابع النشرة مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا الأسبوع والبداية مع بورصتنا المحلية حيث تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.14% بإقفال عند مستوى 1448 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا التأمين والصناعة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة اليوم خمسة ملايين وخمسمائة وثمانية وعشرين ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت مليون ومائة وعشرين ألف دينار تم تنفيذها من خلال مائة وأربع وعشرين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في تداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فكما نتابع أغلقت في مجملها براجع على بالخفاض باللون الأحمر البداية مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع بنسبة 1.58% بإقفال عند مستوى 8941 نقطة في ظل نزول جماعي للقطاعات الكبرى وبقيادة قطاع الإعلام وأيضا الترفيه مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بتراجع بنسبة 1% بإقفال عند مستوى 6390 نقطة وذلك بتأثير من تراجع غالبية المؤشرات في البورصة الكويتية خلال تداولات اليوم سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعت بنسبة 0.54% في إقفال اليوم بإقفال عند مستوى 4963 نقطة وذلك بسبب تراجع قطاع العقارات سوق دبي المالية أقفلت بتراجع بنسبة 1.15% بإقفال عند مستوى 2633 نقطة وذلك بتأثير من أسهم أو تراجع أسهم قطاع السلع الاستلاكية بشكل رئيسي أخيرا سوق مصطقة للأوراق المالية أقفلت بتراجع بنسبة 1.1% بإقفال عند مستوى 3918 نقطة مع هبوط كافة مؤشرات البورصة العمانية وقعت مؤسسة خليفة بن زيد أنهيان للأعمال الإنسانية اتفاقية مع وزارة الكهرباء في اليمن لتنفيذ محطة كهرباء في عدن بتكلفة 100 مليون دولار وتأتي الاتفاقية في إطار استمرار برامج دعم قطاع الطاقة الكهربائية التي تنفذها الإمارات في اليمن بمحافظة عدن وقال أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون البجس الأعلى الاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة أنه تم اعتماد 100 مليون دولار لإنشاء محطة توليد طاقة وتطوير الشبكة الكهربائية وستكون طاقتها الإنتاجية حوالي 120 ميجاوات وسيستفيد منها نحو 2.5 مليون مواطن يمني وسيتم تشغيلها في أواخر العام الجاري 2019 في الإمارات أيضا منحت وزارة الاقتصاد الإماراتية شركة أوبر العالمية الموفقة الكاملة للمضي قدما في إكمال صفقة الاستحواذ على شركة كريم التي انطلقت أعمالها في المنطقة من دولة الإمارات وأفادت شركة أوبر في الإمارات بأن المهندس سلطان المصوري وزير الاقتصاد منح الموفقة الكاملة للمضي قدما في إكمال صفقة الاستحواذ وتوصلت خلال مارس الماضي أوبر وكريم لاتفاقية تستحوذ بمجابها شركة أوبر على شركة كريم مقابل 3.1 مليار دولار تتكون من 1.7 مليار دولار سندات قرض قابلة للتحويل و1.4 مليار دولار نقدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر